صباح الخير او مساء الخير حسب الوقت اللي هتشوفوني فيه. هنقرأ النهار ده لبرج الحمل قراءة العاطفية. طيب آآ ندخل عبطول في الموضوع. الطاقة العامة لبرج الحمل. ودي طبعا دايما بقرأ قراءة عاطفية. شمعتش يقول لي عمل والحاجة دي. فانا عبطول بقرأ قراءة عاطفية. طيب. اول حاجة الطاقة العامة لبرج الحمل. آآ برج الحمل شكلك آآ لقيت حاجة حلوة قافل عليها بالطبع المفتاح او آآ قافل على حاجة آآ يبتقفل شابتر من حياتك. ده انا هتشوفه بعد كده في الورق. يا بتبدأ حاجة جديدة. ممكن تكون داخل علاقة بديدة يا برج الحمل. الله اعلم. ده بنشوف طاقة الشخص اللي احنا هنتكلم عنه. ايه ده? دي طاقة شخص حكيم جدا. شخص آآ معلم. او آآ شخص او طاقة مقذوق كمان. ده بنشوف اللي بعدين. انت صور افرح. ازا كده يا برج الحمل انك هتتجاوز. هنشوف. آآ اول حاجة بس انا بعمل الكراءة بتاعتي. كراءة المداية. طاقة الشخص قدام طاقة. وبعد كده النصيحة. اول حاجة مشاعر الشخص ايه? اتجاه. الشخص ده شايفنا الاستقرار كله. يعني الاستقرار على اكمل وجه. آآ لان انا بص حتى شايفت هنا ايه? انت صور. ما فيه حد لقاك وهينتصر بيك. او خلاص. وبعدين كمان خلي باركوا استنوا. بعدين كمان الحب كله. كانتوا جايلكوا عرض حب. آآ او خلاص جايلكوا يعني. الشخص ده شايفكو تنفعه لو انت بنت. تنفعي الزوجة المثالية. او يبني معاك الحياة عموما. ولا انت ولده شايفك ميا مياه. تنفع القب الجميل واللزيز والزوج الفرفوش. طيب. نظريته لينا ايه? لان المشاعر غير النظرة. ممكن اكون بحيب حد بس بصص ان هو عالو صغار شوية. ان محتاج نضج محتاج يجبر كده يعني. فهو نظريته لينا. ان احنا او انتو يعني كبرج حمل آآ شخص خيالي شوية نوعا ما. او شخص مندافع في الحب. او سيبكو من ده كله. هو شخص حبوب. شخص آآ ينفع ان احنا نبدأ مع علاقة حب. ما قدم عرض. وشايفكو على فكرة انتو كمان مستقبلين العرض ده. لو هو هيقدم لكم عرض. فانتو شايفكو ان انتو تنفع تستقبلوا العرض ده. او انتو اصلا قلبكو مفتوح للحب. ومستعدين في ايه لحظة حب تلمي بحبك انا كمان بحبكي اوه. سوري آآ اتعطت الفيديو. اه اوكي. آآ فدلوقتي. آآ نظرة الشخص ده لنا ان هو آآ او احنا شخص آآ حبوب جدا ينفع ان هو يستقبل علاقة الحب دي. طيب. آآ نظرته ايه لعلاقة بقى? آآ نظرته لعلاقة ان هي علاقة آآ هيبقى اساسها حب حلوة قوي 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 قوي. وان هي علاقة يعني مش كعلاقة بس نظرته كمان لعلاقة كشاملة بقى كانتو بقى اللي في العلاقة او الطرف التاني بان انتو تقدروا تستقبلوا الحب ده. بصوا من الكابتين دول اتنين بيقدموا عروض. وهو شايفكنتو الاتنين آآ حد آآ حبوب قوي. وحد ينفع ان هو آآ يعني يعطي حب. الشخص ده الظاهر والله اعلم ان هو شخص طرابي. آآ او مائي. اني حاجة من الاتنين يا طرابي يا مائي. اوكي? لان انا برضو الكارت اللي بعدين كارت برج الحوت. طيب او سرطان او العارب يعني. اوكي طيب. احنا بقى بصله ازاي? احنا بصين للشخص مشاعرنا ايه? ناحيته. احنا آآ مشاعرنا من ناحيته مشاعر آآ لسه متأكدناش منها قوي. ولكن ولكن في مشاعر. يعني برضو بتبص للموضوع. هو شايفنا الاستقرار كله. هو ظهر ان في حد العلاقة دي حد عرض على حد آآ خطوبة جواز او علاقة حد. في بعض الموضوع شكله. الموضوع لسه في اوله. آآ فاحنا لسه مش متأكدين من مشاعرنا اوي. بس بس هو شخص. بس انتو واسقين اوي في نفسكم. او واسقين فيه. برضو. يعني انتو مش شكين في العرض اللي هو جايبه. ولكن ولكن لسه مش متأكدين من مشاعر بقى. بس في مشاعر. اهم حاجة. طب نظرتكو لي ايه بقى? شخص آآ بينتظر شوية او شخص بطيء شوية. انا رجح ان هو برج ترابي. ان البرج الترابي بطيء. برج الترابي بصراحة بطيء. آآ فهو شخص آآ بيشتغل على الحاجة بس بيعط بقى آآ يعني يتأخر قوي او قبل ما يكرر. ويقول بقى انا هقول بقى حبك امتى? او كزا. يعني قبل ما يخرج مشاعره. وقبل ما يبدأ البداية الجديدة اللي هي احنا عايزينها. بيكون فات وقت. مش رطيف شوية. انتو برجناري طبعا. متحبوش الموضوع ده خالص. آآ مع ان هو شايفكو ان انتو بصوا ما مية يعني ان انتو ناس بتتحركوا وناس ما قدموا عرض. الزهر ان انتو آآ بتقدموا عرض الحد يا برج الحمل او معجبين بحد. ممكن تكونوا معجبين بحد. وهو شايفكو ان انتو مقدمين العرض ليه. بس انتو شايفينه راجل بطيء قوي. طيب. نظرتكو ايه للعلاقة? الدفء الموت. مش معناه وحش. نظرتكو لعلاقة ان هي علاقة آآ ممكن تعمل ولادة جديدة. يعني ايه ولادة جديدة? يعني علاقة آآ تبتدي بقى حاجة جديدة. اقول لكم على ايه كمان ده لفسر المضوع ده. انتو عايزين تبتدوا مع الشخص ده يا برج الحمل حياة جديدة. عايزين تبتدوا معاه آآ علاقة حلوة. لان انتو قفلتوا الدايرة. عايزين تبداوا بقى شكر جديد معاه. الزهر كده ان انتو خارجين من علاقة سابقة. عايزين تبداوا مع الشخص ده آآ بداية حلوة. او ممكن نرجع برضو. ترجيح مهمة برضو في المضوع ده. انه شخص قديم. وانتو يا برج الحمل سوري. وانتو برج الحمل آآ عايزين تبتدوا بداية جديدة معاه. ومقدمين للعروض بقى للمصالحة. آآ ما تيجي هنا وانا حبك. بالمعنى الادقة كده. يعني بصوا كارتين. واحد بيقول ما تيجي هنا وانا حبك. خلصة. فانتو مقدمين له. بس هو بقى بطيء قبل. للأسف. بطيء. آآ بطيء في ازهار المشاعر او بس هو شايفكوا الاستقرار كله. او شخص قديم او شايفكوا الاستقرار كله. وانتو بقى هنا منتظرين. ومش عايزين تأكدوا على مشاعركوا قوي الا لما تعرفوا الشخص ده هيجي ولا اخلع ولا ايه. عشانا برج ناري انا بتخنق بسرعة. طبعا انتو انا مش برج ناري. وطبعا شايفين هبداية ايه جديدة. طيب. بما ان الشخص ده بطيء والحاجات الجاملة دي. بس احب اقول لكم ان هو بيفكر فيكم. وهيبقى فيه انتصار. لو هو شخص قديم وانتو مقدمين له عرض مصالحة. او شخص جديد. هو اللي مقدم العرض في كلا الحالتين. هيبقى فيه انتصار. ودكرت المأزون. عايز يتجوزكم. ابروكوا برد الحمر. طيب. النصيحة بتاعته ايه? نصيحته ظهر لو هو شخص شكاك او شخص قديم بقى وانتو بتحاولوا تصالحوه داني. النصيحة بتقول اخرج من مخاوفك. وابدأ البداية الجديدة دي. النصيحة بتقول اخرج من المخاوف دي. وابدأ البداية الجديدة. لان الظاهر كده ان هو شخص عنده هواكس. بيفكر كتير قوي 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 قوي. ممكن يبقى طرابي ممكن يبقى بقى. فهو شخص اااا عنده مخاوف. لو شخص جديد فهو لخلب لكم. حتى لو مقدم لكم عرض ااااااااا يعني او مش مقدم لكم عرض بمعنى ضق. حتى لو هو شخص اااااااااااااااااا. انتو لسه تقليم معاك كده في علاقة. فشخص بيفكر كتير جده. وعنده هواكس كتير جده بتيجي في المال. النصيحة لكم انتو بقى. استمروا في اظهار المشاعر استمروا في تقديم العروض بس خلق بالكم الكارت ده بيحمل معنيين بصوا بقى ده شخص بيقدم عرض بس واقف شخص واقف يعني لا بيروح ولا بيجي فالكارت ده النصيحة ليكم لو انتو بتقدموا عروض ومستنيين لو انتو اللي مقدمين العرض ده برج الحمل ومستنيين خليكوا واقفين في مكانكم ما تمشوش لان الراجل ده مع عرض في ايده هو ممكن يلف ويمشي ايوه يا برج الحمل الشخص ده بيحبك ممكن يكون شخص ده عنده هواجز يا برج الحمل ممكن يكون لو هو قديم لسه زعلان منك او خايف منك فما تمشيش بريز خليك سبت اوقف ولو انت شخص جديد ما تخافش برضو الشخص ده هيتخلص من اللي عنده ويجيلك لانه بصوا بقى في كل حالتين هو شايفكوا انتو الاستقرار شايفكوا انتو شايفكوا حاجة جميلة جدا انتو الانتو الاكتمال اكتمال كل حاجة لي حلوة طيب دي الكراءة العامة اه هناخد دلوقتي اه هنضط الورق كده عشان يفقى بتوصي ما صح خيب خلينا بقى نشوف الناس اللي منفصلة او المبتدع 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 اه الناس اللي مش مع بعض حالهم اش عارف اقول له مبتعد عماط مبتعدين عماط اي او برج الحمل خلينا نقول هل الشخص ده بيفكر في الرجوع ولا لا لاش كلمتها يرجع امتى لان ده مستقبل انا محبش اشوف المستقبل خلينا هنشوف الناية هي اللي بتتحقق يعني لو شفت له الناية انه يرجع ممكن يرجع فعلا انشان ما نكونش متعلقين بالورق يعني خلينا نشوف الاول بس اول حاجة حال الشخص ده اي دلوقتي الشخص اللي انت بيعرفش عنه حاجة او بترقبع سوشال ميديا الشخص ده حاله اي دلوقتي يا برج الحمل برج الحمل الشخص ده حاليا اا اا بياخد فترة استراحة بعد الانفصال سانفصلته عن بعض او مبتعدين عن بعض وشعر بانه اا اا مش مخزول ولكن انت رحلت عنه اا شعر بيعورد الانفصال اوكي بعورد بعراض الانفصال اا اا بيعراض الانفصال اا بياخد فترة استراحة لانه تعبان قوي وحاليا هو مخب مشاعره يا برج الحمل الشخص ده اا اا مخب مشاعره دايما بيكون شخص جاف قوي ومخب مشاعره لانه هو حاسس انه هو اا يعني اتخزل منك شوية برج الحمل في ومخب مشاعره حقيقي طب المخب مشاعره ده بقى الحج اللي مخب مشاعره ده اللي بدأين يقوي شخص المخب مشاعره ده سواء في اعجاب او ارتباط عمول ناوي يرجع ولا لا في نية للرجوع الحج اللي مخب مشاعره يعني نية مسلا يرجع بعد فترة النقاها اللذيزة اللي ياخدها دي مسا عايب لنغلط في الناس والله يعني عتاب بس بنبقى بنحبوهم بمبقاش قصدنا مرج الحمل للشخص ده موجوع قوي 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 عارفين ده حصره ندم آآ واجع قلب بالقوي لان هو تعبان وراحل شايل الامه معاه ومتجه عايز يغير اللي حصل ده الشخص ده ما بيفكرش حاليا غير في شغله في عمله وبس آآ هي مش يعني ما تفسرش على رقص وسائل ان احنا بنشوف ناوي يرجع ولا بس هو بيفكر في شغله قوي قوي برج الحمل وممكن نشوف برضو يعني برضو تعب بعد ما يفكر في شغله في امل برضو يعني انو حتى يفكر فينا تاني ولو خلاص كده يعني خد العلقة ومشين في امل ان علاقة تصلح فعلا بيبقى في سوري يعني في الكلمة ناس بردة يبقى العلاقة قدامه ممكن تصلح وهو بارد كده لأسف يا برج الحمل مش للاسف يعني بس آآ هو حاسس بانه اتخدع يا انت اللي خدعتو يا هو اللي عمل حاجة وصل للموضوع ده ممكن تكون انت آآ مشيت وسيتو يا برج الحمل مرة واحدة انه حاسس بانه اتخدع لذلك هو ما بينامش. بصوا 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 الكروت عامل زي عاملتوا فيه قابل من حمل. عاملين زي لما حب ان تقم من حد. بديلوا الصابونة زي ما بيقولوا. بصوا مرجوع ما بينامش. كل ما يجي ينام يفتكر اللي حصل فيه. ويفتكر ان هو ان انتم مشيتوا ويسيبتوا. لذلك هو ما فكر في شغل الفترة دي مفيش للأسف اي رجوع. طيب. مدام ما فيش رجوع بقى يبقى اللي بقى خاصر دلعنا. واللي ازانة هتتردله. والحاجات الحلوة دي. في حد بقى جاي في طريقنا ولا لا بالصلاة وعنبي كده. عشان ايه? عشان قلب اشتكى من قلة الهشتكى خلص. وبعدين يقول لك اللي راح تدوي الايام. مع ان الايام لا بتدوي ولا حاجة بس هي حاجة بتريحنا وخلاص. عم ديه قوي في نفسي. انا عملا فرط لك الورق قوي عشان تطلع حاجة حلو كده. هل في اهم. سيترك باب قلب الحمل. برج الحمل جاي لك ابو برج مائي اللي احنا شايفين فكرة الاول ادي. مش بقول لكم ان هو انا حاس ان هو شخص معجب بكم. انتو مريته فترة وحشة قوي 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 يا برج الحمل. فترة افكار سودوية جامد قوي. او نقول حاجة. الشخص ده خايف يعبر عن مشاعره. وجايل لكم بالعرض. نفس الكارتين بتقول الكراء. كيال لكم بعرض حبه. بس هيخرج بس من المخاوف اللي هو فيها دي. الاول. اوكي? وانتو كمان. انتو كمان في المخاوف. او انتو معجبين ببعض. لان ده برضو شخص مخبي. مخبي. هو شخص اللي بيخبي المشاعر ده جماعة. بيبقى عنده مخاوف برضو. اوكي? رجل حبوب قوي. يا حوت يا سرطان يا عقرب. او. اه مش عارف اشرح لكم ده بعدين. بيبقى برج مائي ولكن في الخريطة. يعني ممكن يبقى هو الشمس الجوزئة مسلا. وطلع حوت. فهو ان شاء الله. بس هو يخرج من المخاوف وياخد الشجاعة المتيبة كده. شكرا لكم جدا جدا. شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا لكم.